والحمد لله رب العالمين عدنا واحد السلسلة كل منين نكملوا وحدا نديروها أخرى في قضية الزواج رحنا في السلسلة الرابعة والله تحت عنوان خطوات الزواج السعيد فالدرس الأخير كان 13 ل 14 نتحدث بعد خطوة الخطبة مع الخطوة الأخرى وهي من اللي تشوف الأمراء وتعجبك وتختار على أساس الدين هناك لا بد أن تخطو خطوة أخرى في أفق بناء البيت المسلم وهو واسمه ما اسمه هو العقد العقد تمشي تعقد إن شاء الله تبارك وتعالى فما هي أركان وشروط هذا العقد فإن المسلم لا يحل له أن يقدم على فعل شيء حتى يعلم حكم الله فيه الإنسان ما دام بعد الزواج لست مطالبا بمعرفة هذه الأحكام لكنك أنت الآن تباشر هذا العمل فلا عذر لك وأنت مسلم في أسر مسلمة في بلد مسلم أن لا تطلع على هذه الحيثيات لأن المقصود هو أن تبني البيت على تقوى من الله ورضوان على شرع الله كما قال تعالى وهو يتحدث عن بناء المساجد لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه حتى قال أفما نسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أما نسس بنيانه على شفى جرف عار فانهار به في نرجه النم أسس البيت على أساس تقوى الله ليدوم على الشرع تعرفوا الآن حينما أصبح الدين غريبا عند شرائح الشباب صرنا نسمع عن أنواع من العقد يعقدها الشبان في الجامعات أمور غريبة زوجتك نفسي الله أبنتي الله كي يسكسي من الناس يقولوا الآن الآن الشاب يقولوا زوجتك نفسي يقولوا قابلت قل قابلت قابلت ويزيد وعود أقول زوجتك نفسي زيد أربعية لتتمتع بي على صداق قدره خمسين الفريق قابلت كي تكمل ربعيان تقول لا يقول لا قول ركي طالق ركي طالق أقول تسمعوا له الزواج السري والزواج العرفي والزواج الشيعي اللي كيسمها دي المتعة هالشي اللي ردخ اللي الآن حتى اختلط الحابل بالنابل وأصبح الميثاق الغليظ اسمع ربي الميثاق الغليظ وأخذنا منكم ميثاقا غليظة وهاتوا تعرفون أن الميثاق الغليظ هو اسم للميثاق تشكون الذي يربط صلط النبي برب الميثاق الغليظ هو النبوة والميثاق الغليظ هو الزواج غهد زجد عن المواثق اللي اسمها ربي الميثاق الغليظ كأن النبوة هي تبليغ الرسالة عن الله وأن الزواج هو إنجاب النسل الذي يحمل الرسالة فلا استمرار لرسالة الإسلام إلا بالزواج الشرعي الذي ينتج نسلا وذرية تحمل هذا الإسلام ويكسمها الميثاق الغليظ فلا يجد التساهل فيه والتلاعب فهزله جد وجده جد كالزاق زوجتك رايز زوجتك كالزاق قالك الزواج والطلاق والعطق هزله جد وجده جد خصوص الناس تلعب لاحظوا يستري يا ربي بالإسلام يطلق لمرأة ويعقد لها مع أمريكاني باش تدير لك واغط ويسأل هكذا بس كالي يسأل باش تدير والمرة تزوج راجلها فرنساوية باش تدير لكاغط باش يدير لها لكاغط لاعب في لاعب يشيب الرأس حينما يسمع هذا ويعيشه ويعيشه الدين والله هو آخر ما يفكر فيه كأن الإنسان خلد للخلود أو لا خلق إلي يخلد في الدنيا فتصبح الدنيا هي غايته ومقصده البارع وحده في الطاليان واحد سيد في الطاليان قال لي الله يجزيك بخير شوف زوجة المرأة على كتاب اللحظة عما أوسلنا ترسول الله حرقت سمحت فيه مشات المالطة قلت له صفت لي إن شاء الله بس مرسل شهادة العزوبة باش نزوج بمالطة باش ندير لكاغط صفت له الراجل بيرضاء هذو المغاربة المستلمين وتزوجت بالمالطة وجبت معه وليد ولوقيتا مني جبت لوليد قلت له الآن بغيت أنا نقطع للطالية قال له أنا نحرقك للطالية الشرط واسمه هو أن تتنازلي عن الولد فتزوجت وهي في عصمة رجل والرجل هو من أشرف ورضي بأن يزوجها وهي في عنق دياثة لا غيرة على الأعراض ثم تتزوج بغير المسلم كأنها لا تفعل شيئا غير مسلم وراء ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا يا لطيف وتنجب الولد وتبيع الولد لكي تذهب إلى هناك لتتزوج رجلا آخر لكي تحصل في رهب العمي فرحنا فرحنا في كل يوم يسمع الإنسان الغرائم ولذلك هذه مؤشرات الانحضار بل مؤشرات الهلاك ولذلك أنا لا أفرح بشيء في هذه الدنيا فرحي بزواج إسلامي يحضره الناس فقد أصبح الزواج الإسلامي غريبا في زماننا زواج يراد به عفة الإنسان وتحصين الإنسان نفسا وأن يصر رحمه هذا الأمر أصبح عملة نادرة إذن فما هي أركان هذا العقد الشرعي بشي كل عقد شرعيم يا فيلم يا واسمو وركم اللول قلوا لأ أحبابي واسمو وركم اللول صحة العقل الله يحفظكم الله يجازيكم بخير قلوا لأ أحبابي الله ينوركم وقع راكم زواجتو لإنه يبنوا لإنه غير كبار الصغار قعمة كاينة الصغار رامعادي يتفرجوا في البارسة يلا واسمو وركم اللول آه نعم السيد اللول واسمو هو الإجاب والقبول وركم الثاني سيد واسمو هو الركم الثاني ديال صحة العقد زيد أخويا ولي المرأة ولمركم الثالثة سيد زيد أخويا الله رحمه ولي زيد أحبي بزيد المهر ما شو شيء بضع ولكن على كل حال الضر هذا هو القبول والإجاب هل هل الله سيد يا الله سيد الشهود سيد الشهود سيد إذن ناس لك اللول القبول والإجاب مسألة سهلة والثانية ولي المرأة ينبغي أن يكون حاضرا والولاية هي ولاية جبر ولاية مسؤولية إجبار الثالثة إن شاء الله تبارك وتعالي الشهود الشهود إذن كالقبول كالإجاب وكالإشاء الله تبارك وتعالى الولي وكالشهود والتوثيق إن شاء الله تبارك وتعالى نعم نعم والزوج أي توثيق إن شاء الله تبارك وتعالى أنا أريد أن إن شاء الله باللولى لهي القبول والإجاب ما هو القبول وما هو الإجاب وكيف يتم هذا الركن الخطير من أركان صحة الزواج أي فقضية القبول والإجاب هي إقرار كل الطرفين كل الطرفين أنه عازم على أن ينشئ هذا العقد بالطراضي في مجلس واحد بحضورهما أو حضور من يكون موكلا عن أحدهما لأن العقد كلها مبنية على الطراضي هذه المسالة معروفة فالذي ذلك اللي عنده الإجاب يسمى الموجب يقول له مثلا زوجتك ابنتي والأخر يقول قبل اللي أول يسمى الإجاب والثاني يسمى القبول زوجتك ابنتي فلانة إلا بغير يزيد على صداق كذا والأخر يقول له قبلت في مجلس واحد بسألة بسيطة وعادية إحنا بغربك يقول له الله يرحملك الوالدين جيت نخطب عليك بنتك على كتاب الله وسنة رسولي جيت بغيت نتزوج بنتك على كتاب لاصل وذلك الببين هذا يقول له زوجتك زوجتك إذن هذا كيوكل الببين البنت يقول له انت وكي لعن البنت أنا جيت نخطب عليك بنت يقول زوجتك لكن الصيغة القديمة والحقيقية أن الببين يقول زوجتك والأخوة يقول قبلت ومن شرع أن تكون هذه الكلمات بصيغة الماضي زوجتك وقبلت أو يقول له مثلا أزوجك والأخوة يقول قبلت بسحلو كان بسيجي يدير فعل مضارع والأخوة يقول أزوجك والأخوة يقول أقبل فهذا لا ينعقد به هذا عقد الزواج لأن أقبل أي أقبل في المستقبل غدى ولعب لكن ينبغي أن يتم العقد داخل الجلسة ولذلك ينبغي استعمال صيغة الماضي زوجتك قبلت أما قضية الكلمات فمعروف زوجتك أنكحتك كل هذا معروف لكن ملكتك العلماء يقولون المسألة واضحة قضية زوجتك أنكحتك ما فيها شيء تأويل أما قضية قبلت وقضية يعني أجزت كل هذه الكلمات التي تدل على القبول فهي بإذن الله سبحانه عز وجل مما يؤخذ بها قضية العربية هل تقال بالعربية أم لا المهم أن يكون التفاهم بين الطرفين باللغة التي تحقق صغة الطراض في المجلس مثلا وحدة عربية وحدة فرنساوية هذه ما تحقق العربية يمكن تكون بأية لغة أخرى مادام يتفاهمان ولذلك تحدث الفقه على أن الأخرص الذي لا ينطق يتزوج وينعقد العقد في المجلس إذا فهم من إشاراته أنه يقبل أن يتزوج بالمرأة التي يقول للرجل زوجتك لأخرص من بسألة بسيطة الله رحمة وليكم الله جزيكم بخير بسم الله الرحمن الرحيم الله بصلا لك يا حبيب رسول الله زوجونا ابنتكم على كتاب الله صلى الله صلى الله سلم أسدي مرحبا بكم مرحبا بكم أسدي قبل الناس سيدي صاف لا إله الله دعوة سهلة وبسيطة فالحلال يسير وميسر لتقريب الحلال من الناس لا إله إلا الله محمد رسول الله أما مسألة القبول بشرط معلق بشرط فإن كان ذلك الشرط معدوم في الحال فالمبني على المعدوم معدوم أي لا ينعقد في ذلك كي يقوله مثلا إن توظفت تزوجت ابنتك إن توظفت لنه ندخل الوظيفة خيقوله واخر قابلت سيد ما زال ما توظفش إذن هذا مش يزواج هذا لأن الشرط المعلق شرط معدوم في الحال بالصحل وكان يكون الشرط متحقق كي يقوله مثلا إن بلغت ابنتك سن العشرين تزوجتها يقوله قابلت هي عند عشرين عام عند عشرين عام ثم هناك من يعلق أيضا على مسألة المستقبل يقوله إن شاء الله تبارك وتعالى زوجتك ابنتي يقوله قابلت مثلا شرجعي فهذا لا ينعقد لا في الحال ولا عند تمامي الأجل الذي حدد هذا مش عقد يقوله الزوجة بنتك إن شاء الله تعالى الشهر اليوم أبريل الشهر إن شاء الله ستات زوج بنتك هذا لا ينعقد لا في اليوم أبريل ولا في شهر ستة هكذا لأن حينما حينما ينعقد العقد بالقبول والإجاب كتكون المرأة هي زوجة الرجل والرجل هو زوجها تماما بتمام ثم هناك عياذا بالله من يعلق هذه المسألة بمدة يقوله تزوجت ولا زوجت كابنتي مثلا على ثلت شهور ولا على أربعة شهور وهذا تعرفه وكي اسمه يسمى وكي اسمه زواج المتعة وزواج المتعة حرام بل هو زنا مقنع بل هو من أساليب الشيعة الإمامي الروافض يغرون بها الشباب نسأل الله العفو والعافية وهذا قد انتشر كثيرا وخاصة في زمان أصبح اللحم الحرام معروضا على قارعة الطريق والناس لا يستطيعون الزواج فكأنهم إنما يعطونهم حلا واقعيا فيسقط الناس في أتون الفواحش وسوق الرذائل نسأل الله العفو والعافية إذن فهذه المسألة فيها كلام بزاف لك احنا ماشي مقصود نتعنا ومشي على المسائل للفقه مهم مسائل بسيطة والسلام خطبت عليك على كتاب الله وسط رسل بنت زم مجتك والسلام هالشي اللي كان الشرط الثاني والركن الثاني في العقد ولا بغيت تكون الثالث إلا كان هذا القبول وإجاب واحد زوج هو وجود الولي الله وأنتم تعرفون أن خطة إدماج المرأة في التنمية التي ظهر تسعة وتسعين تسعمية وألف قرن ماضي كانت تقصد إلى أن تكون مرجعية بناء الأسرة هي المرجعية الكونية وليست المرجعية الإسلامية والمرجعية الكونية هذه كانت تريد لهذه الأسرة القديمة وهي الإسلام يكسم الأبيسية كان يراد لها أن تضم حل مع مرور الأيام لأن المرأة كما يزعمون وتزعم هذه المؤتمرات الدولية أن الإسلام يظلم المرأة خاصة عند الزواج لأن المرأة حينما تتزوج تصير كالأمة عند زوجها تحبس بين أربعة جدر كيسمها الأسرة الأبيسية الباين هو اللي يحكم باتر نيل ولذلك اقترح علينا مؤتمر بكيس 96 على أنه ينبغي أن تحارب هذه الأسرة وتوجد لها بداء الأخرى The family in all its forms ينبغي خلق أسر جديدة بكل أنواعها وذكرها النواة اسمه زواج الشرعي تعالى المرأة مع الراجل على أساس الشرع هذه قديمة أبيسية خصة تضمح مع الأيام والأسرة الثانية هي ما بين مرأة ورجل على أساس عقد مدني ماشي شرعي مدنية الزواج زواج قادر بعيش ودال لهم لجون ضفير كويغت والسلام عليكم بحال أي عقد آخر والثالثة يتزوج راجل مرأة بأي عقد لا شرعي ولا مدني كوربوريل والرابعة وهي أسرة ذات الجنس الواحد الراجل مع الراجل كما ركال في أوروبا ولا المرأة مع المرأة والأسرة الخامسة هي الأسرة ذات الجنس الواحد ذات الفرض الواحد مرأة بأحدة تدير أسرة يجيب ولد وتربي والراجل عودك بأحده يجيب ولد ويربي إذن هذه خمسة أنواع متع الأسر يراد لها أن تنتشر في العالم لتعطي مفهوما جديدا للأسرة في عالم ما بعد الحداثة ما بعد الحداثة هذه أنواعة العسر ولذلك كان مما يحارب هو الولي وجاءت النسوانيات في جمعياتها بدراسات منها ما هو صحيح ومنها ما هو غير صحيح تبين أن الوالد والأبا يستعمل الولاية سيفا مصلطا على رقبة البنت المسكين المظلوم المهضومة فيفرض علي أن تتزوج مما تشاء أو يمنعها من حقها من الزواج فقالوا هذا عضل هذا استعمال لهذا الحق في غيره موضعه فلابد من إزالته من الرجل حتى ولو كان آبا مربيا يخاف على ابنته ويريد لها العيش الكريم ويريد لها في الدنيا السعادة وفي الآخرة الجنة ينبغي أن يسلب منه يعلن سولي يبقى منه في هذا الذي تسمى عندنا مدونة الأنصرة مش هات القضية دي الولي قالك لأن أبو حنيفة عنده في المذهب دياله أن الفتاة تزوج نفسها بنفسها هاكذا بكل في حين أننا لازلنا نصرخ ونخرج على الناس بأننا مالكيين نحن مالكيين لكن في هذه المسألة هذه ما كان لاش ما كان مشكلة مالك مزير في هذه القضية شوفوا النشي مخرج إن شاء الله باش لابنات انتعنا إن شاء الله تبارك وتعالى ما يكونوش لوالدين ظالمين وطوغات ومتجبرين يبنعون الفتاة من حقها في أن تتزوج بمن تشاء وهذا حق يراد به باطل فإن الإسلام لم يجعل ولاية الرجل على الفتاة ولاية قهر وإجبار ولكنها ولاية توجيه يوجه ويعرف ولأنه وابها هو اللي يعرف وسمو يصلح لها وعنده تجربة كبيرة البنت مسكين تكون ما عنداش تجربة يمكن غبش يكلمة مع سوليات يمكن يغرها الرجل ويديها وثاني ميت تزوج بلا ما يكون بالإرادة دي الولي ويطلق هالرجل في غادي تمشي يقول لها بها أنت يامني بغتي تزوج يمشي تديتي غيم ديتك الراسك وذلك من اللي تطلق تيجي عندي أنا ما تعرف لي ما عارفك لو وكنت كنت عند قد ضرب وباك وتعرفي باللي هذا وباك كان عليك على الاقل ان تأخذي رأيي انا يا انتي تولدتي عندي وانا ربيتك وانا درتلك باش احترج لمن يجي يخطبي يعرف بايلة را غادي يديع للناس هذه اسرة غادي اديع الاسرة انتي مشي كرموسة طائحة اللي جا يرفدك انتي عندك نعم سيدي في جنان والجنان عنده مولاه فلا يجوز للانسان بل يضرب الف حساب لأي شيء له مالك يعرف مالكه ما يمكنش مشي تعدى عليه لكن اللي يكون هكذا اللي يحفظه يسترمو شاع اللي جا يديه اللي جا يرفده وفتلكي ما يرفده بسهولة يرميه بسهولة صاحبني يارب اللي الناس عندها عوائلة وعندها ابوها وعندها الوليد وعندها يضرب الف حساب والعياذ بالله يمزح إذن اللي جره يجينيشا إذن فالولاية هي ركن من أركان هذا العقد حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما مرأتي تزوجت بغير ولي فنكاحها باطل 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 أنا أستغرب من المشي الوجد القصبة ونصب بنت معاولد بنت معاولد بنت معاولد بالمحكمة في المحكمة هذه هي القصبة احنا نقولها القصبة بنت معاولد بنت معاولد وفرر ببايل لا يطلبوا أبداً الولي كل ولد الدي بنت والبنت متأبطة ذراعه ولد وغادي ولذلك لا تستغربون إذا كانوا يتزوجون ويعقدون في شهر مارس أربعة مارس ويطلقون في أربعة مارس نفس النهار بل إن الطلاق نسبة الطلاق أكثر من نسبة الزواج في توريرت يعودوا لي داروا واحد الندوة حضروها الأساتذة والمجلس العلمي والقضاء والمحامون وهذو كل العدول قالوا إن نسبة الطلاق في هذه المدينة وصل إلى رقم مهول قياسي لا يستطيع الإنسان أن يذكره لفعشه سبعة وعشرين ألف طلاق في العام هو ما يتزوجه يعني وصارت زوجة هذه سنوات ورهت تطلق الآن حكي لي واحد قال لي تعرف وحدة تلقت رجلها بخضية الشيقق تطلق بالشيقق اليوم هو حق تعطى المرأة بكريكا الرجل هو اللي بيده تطلق اليوم تطلق بالشيقق هو وزيح الطلاق من يد الرجل وأعطي للمرأة تحت يافطة الطلاق للشيقق هذا غي كلاب والسلام لأن المرأة الآن لا تطلب بالبينة إذا قالت أنا أريد الطلاق بالشيقق ما قد يقول لها واسمه هادي الشيقق في تلمين قالها القاضي يا لاش واسمه ما ألكن تي واسمه ما أعجبكش فيه قلت له وشيخر الشيخر ولا في الشيقق وطلقها طلق لها القاضي الرجل على حقه شي شيخر والعنوان هو الطلاق باش الشيقق يا الله هادي وما تشخر شاسي واجهي فرسك شو المشكلة إذن الولي حضوره في العقد حضور كركن يلجأ إليه أولا إكراما للمرأة فهي ليست متاحة ليست ملكا مشاعا تمتد إليه آياد الغادين والرائحين لكنه عندها عائلة ثانيا أن هذا الولي أعرف بابنته وأعرف الكفء الذي يصلح لها لأنه صاحب تجربة ولا يمكن للوالد أن يرمي بفلذة كبده في بيئة لا تخدم مصلحتها ولا تخدم الغاية من وجودها وراء اختارها والثالثة أنه يوجهها للأصلح والرابعة أنها في حالة إذا حدث شجار أو خلاف بين الزوجين فإن الفتاة إذا طلقت تعود معززة إلى بيتها لكي تحظى أيضا بشرف العيش تحت كفالة والدها ووالدتها يعني حظها مازال موجود يكون شيكاية إذا الفاة العقد الآن والله يدار إحنا عندنا بلا ولا ولا والي مشكير ودرك مني السيد يبغي يمشي قايا يحضر يحضر مع بنته يقول لا ما يشقاش ما يشقاش لا يشقاش كايا البنتي يا تهدر الله أكبر هي تهدر هي سقسيوها وتهدر وتسني ولكننا نحضر أنا أبوها أنا أنا أركن في الحقد هذه بنتي هذه ماشي من لقطة ماشي تقول القاضي الله يهديك أنا حاضر أنا زوجتها ماشي هي جد تزوج رأسها أنا الآن أزوجها أنا أزفها من أين كان قابل إيجاب ماشي كان بالباعد ولا الكوالي من يقول له زوجتك شكونا رأي يقول زوجتك هاي يقول هاي يقول هاي يقول هاي يقول هاي يقول ثم إن الولي من الناحية الشرعية لابد أن يأخذ برأي ابنته وإذا كن بيصل على اللي ما خلاش هاي تشغي هاكمك ما خلاش سلطة والعياذ بالله يستعملها الوالد كما يشعل قال لك نبي صلى الله عليه وسلم ما تثيب ولا ولا البكر تستأذن ياك والثيب واسم الدين تعرب عن نفسها وبكري بكري كان يقوله مثلا أما البكر إذنها صماطها كان لحياة بزاف إني من يقول له واشي ابنتي راجع خصبك الله رحملك الوالدين راجع واحد الشاب بسبب الله أنا الرائد يالي هذا إنسان متدين ونبي صلى الله عليه وسلم وراجل لا أعرف عنه إلا الخير وأنا إن شاء الله تبارك وتعالى اطمأنا قلبي لهذا الرجل واشي ظهر لك يا ابنتي وكانت بكري تسكوت مسكينة وكانت تقول أبا اللي شفت كالحياة كالحياة هذه القيمة الجميلة التي كادت تختفي من المجتمع الحياة والإيمان مقرونان في قلب العبد فإذا خرج أحدهما تبعه الآخر لم ببقاش ولا ما تبغيش غادي تقول له ببالله يشتزك بخير الله رحمك الوالدين أنا بغير كذا والدير كذا والدير كذا وصافي والسلام عليكم ويدخل معها في نقاش وفي حوار جدي ثم هناك عودك الزوجة عودك أمها عودك الوالدة انتحها تناقش وتحاور معها باش يكون الرأي رأي واحد مشي واحد يقول الزوج واحد يقول ما نزوج أما الآن الحمد لله ما بقى شي قضية تصمط وبعد يقول له ببارني شبت شكونا بنتي ذي ذاك اللي ركيت مشيها معها هذاك زاميلي فين وصلنا ويقدر يهضر معها هذاك زاميلي وربما هو قاعد يجيبها له شوف فين وصل غريبة ما بقى لا سر لا ملح الزوج ما بقى فيه لا سر لا ملح ولي كل شي مبعدل البنت مباحة تتمشى برها مكشوفة تخادن من تشاء وترافق من تشاء فأية بركة في مثل هذه التصرفات وأي زواج بعد ذلك يرجى أن يكلل بالنجاح في وجود هذا الانهيار الخلقي يا حصرايا ونحن كنا فكري صغور كيدير العرس وكيدير كذا وكيدير وكيدير الزواج وكيدير المناسبة وكيدا آمن عم كان نقول أنه عرس سلطان سلطان سبعياء يدير يدير لواحد السلهاب ويظل يكل غير ويظل قاو قاو إحنا اليوم السلطان تحزمان بهدل هو يسير به في العرس تاعه ولبس الميكة ويسير به قلت له إيش أنت هو عريس قلت له أنا قلت له أنت هو العريس قالك أنا هو قلت له أتوخرط تخرط تخرط إذن هذا الولي في حالة ما إذا كان الولي جبارا وعراد أن يفرض على ابنته أن يتزوج ممن لا ترضى فالوقيت عادة يدخل الإسلام جاءت فتاة إلى رسول الله حتى ليس أستعمال هذه الولاية قالت يا رسول الله إن أبي يريد أن يزوجني لابن أخيه يريد أن يرفع بي خسيسته ها لأن أخو شو حاجة كبيرة فأراد أن يرفع بتزويج ابنته بهذا الرجل خسيسته يطلع شوية في المنزل الاجتماعية شو بغير يعتز بالفلوس وبالمكانة وبالمنزلة سنبي صلى الله وقال له ما عندوش الحق الأمر إليك فلما أخذت الفتوى من رسول الله قالت له يا رسول أجزت ما أجاز أبي ولكنني أردت أن أعلم النساء أنه ليس للآباء في هذا العمر شيء لأنه يلي غد يتزوج ممكن تفرض عليها أنت والعياذ بالله تقول الزوج بهذاك الأحقاش عنده الفلوس أو لا الأحقاش شيء حاجة كبيرة في المخزن أو لا الأحقاش كده لا هي اللي غد يتزوج إذن فهذه ولاية مضبوطة بضوابط الشرع فهي ليست ولاية مطلقة ولكنها ولاية احتواء وتوجيه وتدبير واختيار وتعاون على بناء هذا البيت هذه مسألة الولايات ولاية إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء إن شاء الله في الزواج الخاتم سنتابع الحديث عن بقية شروط صحة العقد اللي ابقت بها إن شاء الله تبارك وتعالى قضية الشهود والقضية كتابة العقد والصداق وما إلى ذلك وصل الله على حبيبنا واما